دي جزئية الجزئية التانية وركزوا معايا بقى في الكلام اللي جاي لان الكلام هيبقى فيه مفاجآت الكابتل العصامي مبارح طلع قال وفي تصرحات صوته صورة كيف للوى ان يتلقى تعليمات من ملازم انا خبير تحكيمي ومحاضر بالاتحاد الدولي فيفا اما الحكم الانجليزي كلاتنبرج فلم يصبق له التحكيم في المونديال وقال ان هو مش خبير ولا محاضر دولي ولا محاضر في الفيفا ولا حكم في كاس عالم ولا الكلام ده كله قال كمان وفي تصرحاته تجربة الخبير الاجنبي ستفشل في مصر والحكم الانجليزي مارك كلايتنبرج لن يضيف شيء للتحكيم المصري طيب نرجع بقى كده ونركز في الكلام اللي جاي ده يعني انت كابتل العصام بتقول ان الحكم اللي هيجي يطور ويكون خبير ويرأس اللجنة لازم يكون محاضر دولي او محاضر افريقي انا معاك والله مش هختلف معاك طبعا ما انت عجيب حكم لكن خبير ولا محاضر في الفيفا سيبك من كاس العالم يعني لو هنكلم عن كاس العالم احنا ما عندناش في مصر حد مصر في الفيفا او في كاس العالم الا جمال الغندور بصراحة راح حكم اتنين كاس عالم راح حكم في اليورو وده ما حصلش خالص مع اي حكم مصري في السنوات الاخيرة حكم في كاس العالم لأدوار متقدمة ما راحش حكم كاس العالم مباراة ما لاش اي لازمة ورجع وما راحش تاني فبلاش قصة كاس العالم عشان لو فتحنا قصة كاس العالم مش هتبقى كويسة بالنسبة لك كابتل العصام لكن نتكلم على المحاضر انا معاك ان لازم الخابير اللي يجي لازم يكون محاضر طيب حضرتك لما تعينت رئيس لجنة الحكام في 18 يناير 2013 هل خدت كورس في الاتحاد الافريقي عشان تبقى محاضر؟ هل في 2013 لما رقصت لجنة الحكام في مصر كنت محاضر في الكاف والفيفا؟ هل وقت ما ترقصت في 2013 رئاسة لجنة الحكام في مصر هل كنت محاضر في الكاف والفيفا؟ هل كنت خبير؟ خد المفاجأة لا كابتل عصام في 18 يناير 2013 كان حكم دولي السابق اعتزل لا كان خد كورس في الكاف ولا كان خد لقب محاضر في الكاف ولا الفيفا ولا خد اي دراسات الراجل اعتزل نزل انتخابات اتحاد الكورة بقى في مجلس جمال علام من 2012 إلى 2016 وجيه في 28 18 يناير 2013 اخد قرار او خد المجلس قرار انه يشرف على اللجنة ويكون رئيس لجنة الحكام هل عنده خبرات كمحاضر؟ لا هل خد كورسات؟ لا مين اللي كان قابلك؟ كابتن عصام كان سيادة اللواء عصام صيام عدو لجنة الحكام في الكاف كان وقتها عدو لجنة حكام في الاتحاد الافريقي ورئيس اللجنة لكن حضرتك لما مسكت لجنة الحكام في مصر في 2013 لا كنت خبير ولا كنت محاضر في الكاف ولا كنت محاضر دولي ولا كان لك اي علاقة اصلا بالمحاضرات ولا كنت اقعد لجنة حكام في الكاف فلما تطلع تتكلم على الخابير الاجنبي وتقول ما ينفعش لو ايشتغل مع ملازم ما انت حرك لما مسكت اللجنة كنت لسه خريج ما خدتش اي رضبة اصلا يبقى ازاي بتتكلم على الخابير الاجنبي انا مش عايز اتكلم لسه في الشرق الخاص ان هو بيعلق على قرار اتحاد الكورة يعني هو قرئيس لجنة مش عاجبه قرار اتحاد الكورة مش عاجبه قرار مجلس ادارة اتحاد الكورة ده دي كارسة لوحدها ان حد بيرقى سلجنة وبيعمل عمل تنفيذي تحت ادارة استراتيجية لاتحاد الكورة ومش عاجبه القرار اللي خدوه دي جزئية تانية لكن انا بتكلم في فكرة انا لو ايش اشتغل مع ملازم فال 2013 حرك لما اشتغلت لا كنت محاضر ولا كنت خبير ولا خدت كورس حتى في الكاف طب امتى خدت الكورس وامتى رحت الاتحاد الافريقي اصلا انت جيت ملعبي يعني انت لما دخلت على فكرة المحاضر في الكاف والفيفا انت جيت لملعبي انا سألت الناس في الكاف كابتن عصام اول كورس واول لقب محاضر خدو كان عام 2016 بعد 3 سنين من رئاسته للجنة طب في 3 سنين دا انت بتشتغل بقى وماسك اللجنة بما انك لا خبير ولا محاضر كنت بتعمل ايه في ملف التحكيم ايه الخبرات اللي عندك اللي درت بيها ملف التحكيم في مصر وانت لا محاضر ولا خبير بل بالعكس اللي قابلك سيادة اللي واقع عصام صيام وقتها لما كانوا عوضوا لجنة حكام في الكاف اللي انت هاجمت وقتها عشان تيجي مكانه لما روحت اخذت كورس في الاتحاد الافريقي كان تحت اشراف لجنة الحكام اللي كانوا عوضوا فيها سيادة اللوعة عصام صيام وقتها كلمت مين ومين اتدخل جوه الاتحاد الافريقي عشان تتبقى تاخد دراساتك جوه الاتحاد الافريقي عشان تبقى مؤهل وتبقى محاضر دولي او محاضر افريقي وقتها كان في اللجنة مجد شمس الدين كان عوض لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي السوداني الكابتن مجد شمس الدين وقتها كان المغربي هشام العمراني كان سكرتيري العام الكاف أنا بتكلم في تواريخ وبتكلم في أسامي شخصيات كانت موجودة في الفترة الحالية وقلت وقتها لما خدت لقب محاضر خدتها إمتى وكان مين بيشغل هذا العمل داخل الاتحاد الافريقي وبالتالي يا كابتن عصبنا ما تتكلم على الخبير الأجناب اللي هيجي وتقول ما عندهش خبرات ما انت حرك لما مسكت اللجنة ما كانش عندك خبرات دي جزئية تانية مهمة جدا وده كلام على فكرة الناس أول مرة تسمعوا محدش كان يتخيل أن عصام عبد الفتاح لما مسك لجنة الحكام لكان خبير ولا محاضر في الكاف ولا محاضر في الفيفا ولا كان عوض لجنة حكام في الكاف لا هو دخل اللجنة بعد كده لما بقى عوضوا اكتحاد كورة وبقى رئيس لجنة حكام وساعتها اشتغل على فكرة أن سيادة اللي هو عصام سيام يخرج من لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي وهو يدخل مكانه يعني الناس اللي ساعدته أنه هو يبقى موجود في الاتحاد الافريقي مشاهم ودخل مكانهم ده التاريخ ده الهيستوري بتاع الشخص اللي بيتكلم على الخبرات والمحاضر الموجود في الكاف أو الفيفا